السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم القناة مستر كحل بالعربي شكرا لكم مرة أخرى مع تفاعلكم مع دورتنا الخاصة بتجارة الضمينات والتي تعتبر الدورة الأولى من نوعها في الوطن العربي هذه الدورة إن شاء الله سوف تفيدكم وسوف تجعلكم محترفين في هذا المجال إن شاء الله سوف أستمر في نشر حلقات جديدة تخص هذا المجال لكي تتعلموا كل شيء بدأ أن تعرفنا على الأبجديات الخاصة بتجارة الضمينات وتعرفنا على طرق البحث والتي سوف أشرح طرق أخرى إن شاء الله في حلقات قادمة وأيضا تعلمنا طريقة بيع الضمينات الآن سوف نتعلم طريقة تسويق لهذه الضمينات لأنك إن وضعت الضمينات في منصات البيع نعم سوف تتحصل على مبيعات هذا شيء مفرغ منه شريطة أن تكون قد شريطة ضمين جيد وليس أي ضمين كيفما كان لكن في بعض الأحيان يجب عليك أن تقوم بالتسويق للضمين الخاص بك لكي تسرع من عمليات بيع الضمين الذي تملك في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بالتعرف على الطريقة الأولى وهذه الطريقة لقد لاحظت بعض الإخوة المتابعين الأعزاء المجتهدين لقد كنت مصرورا أنني لاحظت أن بعض الإخوة بدأوا بتطبيق هذه الطريقة التي سوف أقوم بشرحها الآن وقد بدأوا بالتسويق للضمينات الخاص بهم صحيح أن بعض الضمينات التي رأيتها غير جيدة ولا أظن أنها ستباع لكن هناك أشخاص قاموا بشراء ضمينات جيدة تحترم كل المعايير التي تحددت عنها وبدأوا يصويقون لها باستعمال الطريقة التي سوف نتعرف عليها اليوم وهذه الطريقة سوف تساعدك من أجل أن تقوم ببيع الضمينات الخاص بك إذن قبل كل شيء وقبل أن نمر إلى شرح الطريقة لابد أن نذكر الدسكليمر والدسكليمر كما تعلمون هي شيء ضروري في كل فيديو وأول شيء في هذا الدسكليمر هو أن الطريقة التي سوف نقوم بالتعرف عليها اليوم ستساعدك على إيجاد زبناء محتمل يعني أن هذه الطريقة سوف تجد فيها أشخاص مهتمين بشراء الضمينات وإن أعجبهم الضمينات الذي تملك بكل بساطة سوف يقومون بشراء منه والثاني شيء في هذا الدسكليمر هو أن هذه الطريقة يمكنك تطبيقها على جميع أنواع الضمينات التي تملك يعني الضمينات التي قمنا بالتعرف عليها في هذه الضورة وأيضا الضمينات التي سوف نقوم بالتعرف عليها في الدروس القادمة هذه الضمينات تستطيع التسويق هذا باستعمال هذه الطريقة التي سوف نقوم بالتعرف عليها اليوم وثالث شيء بالنسبة للدسكليمر هو أن أغلب الذين سوف يقومون بشراء الطمين الخاص بك هم طمينرس يعني مثلك يعني هؤلاء الأشخاص دائما سوف يحاولون الحصول على الطمين الذي تملك بثمن أقل سوف يحاولون أن يشاروا الطمين منك بثمن أقل لكي يقوموا بإعادة بياه بثمن أكبر يعني هنا إن قام أي شخص يعني بإعطائك أوفر يعني أعطاك سعرا محددا لكي يشتري الطمين الخاص بك دائما يمكنك الإجابة بكونتر أوفر يعني شخص ما مثلا طلب منك تمانون دولار أنت ستطلب منه مثلا تسعون دولار يعني لا تحاول أن تكون جشي عن بعض الشيء يطلب منك تمانون دولار وأنت تقول له مثلا ألف دولار أو ألف وخمسمائة أو خمسمائة أو أي شيء من هذا القبيل يعني دائما حاول أن تعطي كونتر أوفر يكون يعني يكون قريب من التمن الذي طرحه عليك هذا الضمين ورابع شيء بالنسبة للديسكليمر هو أن تسويقك للضمين لا يعني أبدا أنه سيباع هنا يعتمد الأمر على شيئين أساسيين أولهم هو جودة الضمين يعني إن كنت قد شريط الضمين بالطريقة التي شرحتها وطبقت جميع الشروط التي تحددت عنها فهنا أنت تملك ضمين جيد يعني هنا يعتمد على شيئين أساسيين هم الجودة الخاصة بالضمين وأيضا السعر الذي وضعته لهذا الضمين أنا أفضل أن لا تقوم بوضع أسعار كبيرة لكي تقوم بالبيع بسرعة يعني الشريطة وبتمن قليل ورابحة فيها الكثير من الدولارات فهذا جيد يعني لا تفكر بالطمع أو الجشع وآخر شيء بالنسبة للديسكليمر هو أنه في حالة مثلا تم الاتفاق بينك وبين هذا الزبون يعني هنا في هذه الحالة أنصح دائما أن تقوم باستعمال منصة خاصة يعني دائما تستعمل مثلا سيدو أو فليبا أو أي موقع وضعت فيه الضمين الخاص بك يعني هنا أنت تحمي نفسك بأنك تضع الضمين الخاص بك في منصة وهذه المنصة تأخذ عمولة نعم سوف تأخذ عمولة على كل مبيع لكن على العموم أنت هنا تحمي نفسك لأنه لن يتم النصب عليك وأيضا بالنسبة للزبون حتى لا يرسل لك المال ولا تعطيه أنت الضمين هنا أيضا يعني من أجل حمايته هو أيضا يجب عليك أن تقوم بإتمام عملية البيع عن طريق منصة عندما أقول منصة يعني مواقع بيع الضمينات أو أيضا يمكنك استعمال إسكرو يعني إسكرو يفضل استعمالها في الضمينات تم بيعها بأسعار تفوق الألف وخمسمائة دولار لكن إن كان السعر أقل من ألف دولار يفضل أن تستعمل منصة خاصة بتجارة الضمينات وهنا أنت تحمي نفسك وتحمي الزبون الخاص بك الآن بعد أن تعرفنا على الديسكليمر سوف نمر الآن إلى الطريقة العملية وسأشرح لكم كل شيء وهذه الطريقة تعتمد على صويق الضمينات الخاص بك في فيسبوك ولقد لاحظت أن العديد من المتابعين الأعزاء المجتهدون يعني أنا أحييكم من هذا المنبر لأنكم اجتهدتم وبدأتم يعني تصويقون للضمينات الخاص بكم دل نبدأ على بركة الله الدرس التطبيقي إذن لكن نصويق للضمين الخاص بنا على موقع فيسبوك يعني توجد العديد والعديد من الطرق هناك من يقوم بتصويق للضمين الخاص به عن طريق صفحة على فيسبوك وهناك أيضا من يقوم بالولوج إلى مجموعات خاصة ببيع وشراء الضمينات يعني هنا يجتمع العديد والعديد من الإخوة يعني يوجد العديد والعديد من المجموعات يعني تدخل إلى فيسبوك تكتب أي شيء مثلا sell domain أو domain flip pin أو أي شيء من هذا القبيل يعني كلمة دلالية لها علاقة ببيع الضمينات وسوف تجد العديد والعديد من المجموعات على فيسبوك يعني تجد العديد من المجموعات على فيسبوك تقوم بالولوج إليها يعني مثلا ندخل إلى هذه المجموعة يعني هنا نلاحظ بأن هذه المجموعة بها 683 عضوا يفضل أن تكون المجموعة كبيرة بعض الشيء يعني فوق الخمسة ألاف يعني سوف نقوم برؤية مثلا مجموعة أخرى يعني دائما نبحث عن مجموعات بها عدد كبير من الآثة يعني أنت لن تخسر أي شيء سوف تنزل على كل واحدة join 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 وتقوم بإجابة على الأسئلة لأن بعضها يعني يطلب أن تجيب على بعض الأسئلة يعني فقط تجيب على الأسئلة وسوف يتم قبولك بدون أي مشاكل يعني هنا هذه المجموعة جيدة يعني بها 14 ألف عضو هذا ممتاز يعني ننزل لأسفل سوف نلاحظ بأن هناك أشخاص يقومون بوضع الضمينات الخاص بهم هناك أشخاص يعني يقومون بمثلا طلب استشارات أو أي شيء من هذا القبيل يعني نلاحظ بأن هذه المجموعة بها تفاعل يعني هذا الشخص يحاول بيع هذا الضمي هنا يقول له شخص ما بأنه هذا الضمي ليس له معنى وليس له قيمة لهذا دائما ما أنصح بأن تحترموا المعايير التي تحددت عنها يعني هنا هذا الشخص يبحث عن ضمينات لها علاقة بالميوزيك يعني بريندبل وسنقوم بشرح البريندبل يعني في دروس لاحقة إن شاء الله لكن على العموم الآن سوف نقوم بطريقة التسويق أول شيء نقوم بيعني وضع منشور نحن نحاول بيع nicecondition.com يعني دائما تضع الحرف الأول capital والحرف الأول من الاسم الثاني capital هنا سنضع يعني تعريف بسيط عن الضمين يعني سوف نحاول يعني مثلا وضع التايتل الذي وضعناه على موقع flipbook يعني هذا جيد نحاول وضعه أيضا هنا لكي نسوق للضمين يعني هنا تضع الضمين الخاص بك هنا تضع هذا الكلام الجميل على الضمين الخاص بك يعني تحاول أن تقوم بإعطاء قيمة مضافة للضمين الخاص بك يعني أي شخص يقرأ هذه الكلمات يصبح مهتما به هنا تضع السي بوت أبريصل يعني التقييم الخاص بموقع السي بوت وأيضا التقييم الخاص بموقع جودادي يعني تقول لو إن كنت مهتم بهذا الضمين تذهب إلى موقع flipbook وتقوم بإعطاء أوفر وأي شخص يعني أعطاك أوفر جيد تقوم أنت بقبوله يعني تكتب هذا الوصف البسيط ثم تقوم بالضغط على post بكل بساطة تقوم بتكرار نفس العملية على مجموعة من المجموعات يعني أي شخص كان مهتم بالضمين الخاص بك سوف يتصل بك على الخاص يعني حتى يقوم بالمساومة في التمن يعني إن تفقتم على التمن محدد سوف يذهب إلى flipbook ويقوم بإعطاء طلب يعني أي سعر مثلا إن طلب منك ستون دولار سوف تذهب إلى موقع flipbook وتقوم بقبول هذا الطلب يعني هذا ما في الأمر سوف تقوم بوضع هذه الدسكريبشن تضعه في مجموعة أخرى ولكن حاول أن تعدل بعض الشيء في العنوان أو في الكتابة لكي لا يظن الروبوت الخاص بفيسبوك بأنك تقوم بعمل سبام أو أي شيء من هذا القبيل يعني كانت هذه الطريقة الأولى يعني طريقة تسويق عبر فيسبوك يعني أيضا تدخل إلى هذه المجموعات تقوم بيعني حتى وإن كنت لن تضع أي دومين يعني فقط تدخل وتقرأ وتلاحظ الدومينة التي يشتريها الآخرون يعني تقوم أيضا بقراءة التعليقات حتى ترى يعني وتأخذ فكرة عن الطريقة التي يحللون بها أيضا دومينات يعني عن طريقة الملاحظة والتحليل سوف تكتسب خبرة أكثر في هذا المجال كانت هذه هي الطريقة الأولى في تسويق للضمين لكن سوف أريكم أفكار من أجل تسويق للضمين يعني إن أردت احتراف هذا المجال أنصحك بأن تطبق هذه الاستراتيجية التي سوف أتحدث عنها الآن وهذه الاستراتيجية عبارة عن أفكار وهذه الأفكار يعني أنصحكم بشدة بأن تقوموا بها إن أردتم أن تحترفوا هذا المجال يعني هنا أنت تفكر على المدى البعيد وليس على المدى القصير إذا سوف نتعرف على الأفكار المساعدة وأول شيء في هذه الأفكار هو أنك أولا يجب أن تقوم بإنشاء صفحة على فيسبوك سوف تقوم بإنشاء صفحة على فيسبوك وكل مرة تضع فيها الضمينات الخاصة به يعني هنا أنت ملزم بأن تقوم بشراء الضمينات بكثرة وأنصحكم من هذا المنبار بأن تشتريوا الضمينات بكثرة يعني لا تضع بيضك كله في سلة واحدة في بعض الأحيان الضمين يأخذ الوقت الكبير من أجل أن يتم بيعه لذلك يفضل أن تقوم بشراء الضمينات أخرى وتضعها أيضا للبيع وهنا في أي لحظة تحصل على مبيعه يعني كأنك عملت يعني تصور معلو أنك تملك 100 ضمين أو 300 ضمين ووضعتها كلها للبيع يعني هذا الشهر تأتيك ثلاث مبيعات الشهر القادم تأتيك مبيعتان الشهر الذي بعدها تأتيك عشرة مبيعات وهنا أنت تقوم بعمل passive income يعني دخل قار ما دمت لديك العديد من الضمينات ووضعتها للبيع وفي كل مرة تأتيك مبيعات فهنا أنت تشتغل كمحترف ثاني شيء بالنسبة للأفكار المساعدة والاستراتيجية التي نتحدث عنها هو أنك يجب أن تبني براند خاص بك يعني هذه الصفحة التي قمت بإنشائها سوف تعطيها اسماً يعني اسماً جيداً يعني اسماً جداباً لكي يراه أي شخص ويهتم بيه يعني هذا الاسم يعطي لمحة لأي شخص يعني يقوم بقراءته سوف يعلم جيداً يعني هذه الصفحة وهذا الاسم ماذا يعني؟ إن شاء الله في دروس قادمة سوف أشرح لكم البراندين وكيفية اختيار الأسماء المناسبة يعني أي شخص مثلاً يريد إنشاء شركة أو موقع أو أي شيء من هذا القبيل يعني يطلب خدمة منك من أجل أن تعطيه اسماً وسأريكم أيضاً طريقة ربح المال من هذه المهارة يعني لا تقلقوا فهذه الدورة سوف تكون شاملة وستشرح كل شيء على حدة يعني هنا سوف تحاول أن تبني براند خاص بك وهذا البراند يكون لديه تقل وأي شخص يتعامل معك سوف يعلم بأنه يتعامل مع شخص احترافي وأي شخص قام بشراء الضمين الخاص بك سوف يحب دائماً أن يتعامل معك مراراً وتكراراً لماذا؟ لأنك سوف تكسب صمعة يعني الصمعة لن تكسبها عن طريق بيض من واحد لكن عن طريقة ممارسة يعني تبيع الضمين الأول الثاني الثالث وهؤلاء الأشخاص الذين قاموا بشراء الضمينات منك سوف تحاول أن تخلق معهم يعني علاقة صداقة وعلاقة احترافية بينكم يعني لكي يقومون بعمل فولو لك وأي ضمين مثلاً قمت بوضعه للبيع وقمت بوضعه مثلاً في صفحتك هؤلاء الأشخاص مدام عملوا لك فولو فهنا بكل بساطة سوف يكونون مهتمين بالضمانات الخاصة بك يعني سوف تحاول بناء بريند خاص بك لكي تكتسب صمعة جيدة وهذه الصمعة سوف تساعدك في بيع الضمينات الخاصة بك يعني في كل مرة تضع الضمين الخاص بك في منصة البيع وتضعه في صفحتك ولديك مهتمون بالضمانات التي تضع فبكل بساطة هؤلاء الأشخاص الذين يعملون لك فولو سوف يقومون بشراء الضمين الخاص بك لكن هنا نقول فولو من شخص مهتم وليس أي شخص مثلاً يقوم بعمل فولو للصفحة الخاص بك أو البريند الخاص بك هنا نتحدث عن زبناء محتملون ثالث شيء بالنسبة للإستراتيجية وأيضاً الأفكار المساعدة يعني يفضل بأن تقوم بعمل حملات إعلانية لكي تكتسب زبائن ومبيعات هنا عندما أقول مثلاً حملات إعلانية هنا يفضل أن تقوم بها يعني بعد أن تملك مثلاً بورتفوليو به العديد من الضمينات يعني مثلاً لديك عشرة ضمينات اثنى عشرة ضمين هنا أنت تملك يعني كنز لأنك تملك العديد من الضمينات والتي هي ضمينات جيدة وأسطر على كلمة جيدة يعني ليس أي ضمين كيفما كان يعني يفضل أن يكون ضمين يحسري ما الشروط التي ذكرناها هنا سوف تقوم بتسويق للطمين عن طريق حملات على فيسبوك يعني هنا تقوم بعمل حملات إعلانية على صفحاتك كما قلنا لكي تكتسب صمعة وتبني البراند الخاص بك وأيضاً نتكتسب زبنة وتحصل على مبيعات وآخر شيء بالنسبة للأفكار المساعدة أو الاستراتيجية وهو شيء مهم جداً وأنصحكم بشدة إن كنتم تريدون العمل في هذا المجال يعني على المدى الباعد هو أنك سوف تقوم بإنشاء موقع وهذا الموقع يكون به اسم يعني جيد يعني يفضل أن يكون نفس الاسم الذي وضعته في الصفحة لأنك هنا تعمل البراندين يعني تقوم بإنشاء براند خاص بك هذا الموقع سوف تضع فيه الضمانات التي تملك يعني تضع وصف يعني مثل الوصف الذي نضعه على موقع فليبا يعني سقوم بوضع هذا الضمان وتضع مثلاً صفحة بيع أو مقالة تشرح متيازات التي سوف يحصل عليها هذا الزبون إن قام بشراء هذا الضمان وفي آخر شيء يعني تضع يعني لأي شخص مثلاً يريد شراء هذا الضمان تضع يعني باطن أو أيقونة لكي يقوم هذا الشخص بالضغط عليها والانتقال مباشرة إلى أو المكان الذي وضعت فيه الضمان يعني لو وضعت فليبا سوف تضع الباطن الخاصة في فليبا يعني هنا أنا أتحدث عن أفكار متقدمة بعد الشيء نعم أنا أعلم هذا لكن إن كنتم يعني تريدون أن أقوم بشرح طريقة إنشاء موقع أيضاً طريقة وضع مثلاً المقالات وكيفية بناء قاعدة زبائن محتملون وأيضاً إنشاء مثلاً الإيميل ليست لأنك ستحتاج أيضاً الإيميلات في هذا البيزنس وسنقوم بتتعرف على هذا إن شاء الله في الدروس القادمة يعني إن كنتم مهتمون بأن أقوم بشرح طريقة مثلاً وضع موقع وإنشاء موقع وأيضاً التصويق للضمانات الخاص بك عن طريق موقع فلا مشكلة فقط أطلبها مني في التعليقات أو في مجموعتنا على فيسبوك وإن شاء الله سوف أقوم بتربية طلبكم وسأشرح لكم كل شيء على حدى إذن شكراً لكم على المتابعة وتحية لكم وأتمنى منكم أن تقوموا بمشاركة هذه الحلقة لأنها حلقة مهمة جداً أيضاً أتمنى من الأشخاص الذين لم يقوموا بالإنضمام بعد إلى مجموعتنا على فيسبوك حيث هناك دردشة عائلية يعني أي شخص لديه أي مشكلة كيفما كان فقط يضعه يضع منشور وأجيبه ويجيبه الإخوة يعني نحسه كأننا عائلة مع بعضها شكراً لكم مرة أخرى على المتابعة ولا تنسوا كما قلنا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لأنني سأضع فيديوهات مهمة إن شاء الله في الدروس القادمة تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته